بسم الله الرحمن الرحيم82 مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان أهلا و سأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الاهلوية و بيت كل الناس ألف ألف مبروك عودة شخصية المنتخد الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي مش عشان ان احنا كسبنا 3-0 بالنسبة لنا لو كنا كسبنا 1-0 لو كنا كسبنا 2-0 لو كنا كنا تعادلنا 0-0 كنا هنبقى مبسوطين بعد الأداء اللي شفنا خلال الفترة السابقة الحقيقة وأنا هنا لما بتكلم انا بنتقد أداء ما ليش علاقة بمدرب أو مدير فني أو كذا أو كذا فاللي بقول لحضراتكم أن عودت شخصية المنتخب الوطني من خلال هذه المباراة المباراة دي كسبت 3-0 كنت تقدر تكسب 4 وتقدر تكسب 5 وتقدر تكسب 6 ولكن منذ فترة طويلة لم يستطيع المنتخب الوطني أن يفوز على منتخب قوي منتخب جيد مش هنقول ولا قوي أوي ولا ضعيف أوي هنقول منتخب جيد من فترة طويلة أوي ما قدرتش تكسب بهذا الشكل وبهذا الأداء وبهذه الأهداف 3 أهداف استطاع أن هو منتخبنا الوطني أن يحرص 3 أهداف في مباراة نصف ساعة أولى غريبة نوعا ما ثم مباراة أخرى في بقية المباراة وأداء ولا أروع ولا أجمل ولا أحسن لمنتخبنا الوطني بالكامل الحقيقة كل اللاعبين كل اللاعبين سواء مصطفى محمد أحمد أبو الفتوح رمضان صبحي حتى لما نزل وإحرازه هدف عمر مرموش الحقيقة واحد من اللاعبين الجيدين النني عمر السلية أحمد أكرم توفيق الحقيقة اللي أنا بحييه على هذا الأداء الرائع الحقيقة وإذا كان هناك من يستحق التحية أيضا في هذه المباراة لأن حضراتكم عارفين مدى الحساسية اللي موجودة ما بين منتخب مصر وأي من البلاد في شمال أفريقيا منتخب الليبي النهاردة أدى مباراة في حدود قدراته الحقيقة ويستحق عليها الشكر وكل حاجة ولكن في النهاية العلاقات الطيبة والبلدين الشقيقين تظل هذه الأمور هي الحافز الأساسي والرئيسي الحقيقة في هذه المباراة الرائعة اللي احنا شفناها بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن كرة القدم المنتخب الليبي يستحق كل احترام كما تم تكريمه هنا في مصر كمان المنتخب الوطني المصري آخر كرم الحية أيضا في بلده التاني الليبيا الشقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة حتى الأداء جوه الملعب لما واحد بيقع بنقومه الدنيا كانت لطيفة جدا وكانت سهلة جدا 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 ليه؟ لأنه البلدين خايفين على بعض المنتخبين خايفين على بعض المنتخبين آه عايز أكسب وكل منتخب عايز يكسب وعايز ياخد الثلاثة نقاط ولكن في النهاية تظل دائما الأمور والروابط المصرية الليبيا كبيرة جدا جدا ما بين البلدين الكابيرين الشقيقين فالحقيقة المباركة كانت جميلة من كل شيء أنا بتكلب على المنتخب المصري كانت جميلة من كل شيء آه أداء رائع من اللاعبين